جين كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بطيائه الخلابي مر عبد الله بن عمر على راع يرعى غنما وطلب منه أن يبيعه شاتا فقال له الراعي أنا مملوك أنا لا أملك البيع ولا أملك التصرف فأنا مملوك أنا والغنم لسيدي فقال له عبد الله بن عمر مختبرا قل لسيدك أكلها الذئب وخذ أنت ثمنها فبكى الراعي ونظر إليه ولا أعرفه وقال له فأين الله فأين الله فأين الله إذا كان سيدي وصاحبي وصاحب الغنم لا يراني فالله جل وعلا يراني فبكى عبد الله بن عمر وقام يقول فأين الله فأين الله فأين الله واشترى هذا الراعي واشترى له الغنم واعتقه وإن شئت فقل أعتق هذا الراعي إحسانه لله ومراقبته لسيده ومولاه وأمسك أعرابي في الصحراء بأعرابية تقية وأصر أن يفعل بها الفاحشة فأرادت أن تذكره بالله جل وعلا فقال لها مدعبا لا يرانا أحد لا يرانا إلا الكواكب فبكت هذه التقية النقية وقالت وأين مكوكبها أين الله الله يسمعنا الله يرانا إذا كان الخلق لا يرونك فاعلم بأن خالقك يراك إذا كنت تستطيع أن تكسب قضية بقانون وضعي أعور أو أعمى فاعلم يقينا إن كنت تعلم من نفسك أنك ظالم اعلم يقينا بأن الله مطلع عليك بأن الله يسمعك ويراك إن كنت تجيد أن تظلم الخلق وإن كنت تجيد أن تسيئ إلى الخلق وإن كنت تجيد أن تنال من أعراب الخلق فاعلم بأن الله جل وعلا قادر على أن يفضحك في جوف رحلك وقادر على أن ينتقم منك فهو جل وعلا يمهلك لكن لا يهملك ولي يهملك اعلم أنه يراك ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم الله جل وعلا يعلم منك السر وأخفى يعلم منك السر وأخفى لما دخل أبو حامد الخلقاني على إمام أهل السنة الإمام أحمد وقال له إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني فقال له الإمام ماذا تقول يا أبو حامد أعد علي يا أبو حامد فأعادها علي فقام الإمام أحمد يبكي وهو يردد هذه الكلمات التي سمعها قام يبكي ودخل إلى بيته وهو يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني لما يعاتبني ويقصيني ماذا أنت قائل لربك غدا اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لما احتضر الأسود يزيد بكى وفزع فزعا شديدا فقال له المقربون منه ما هذا الجزع فقال وما للا أجزع ومن أولى بهذا مني والله والله ولو عفى عني فإني لأستحيي منه انظروا إلى أولئك الذين عرفون جلال الله والله وإن عفى عني فإني لأستحيي منه فقد يكون بين الرجل وأخيه ذنب فيعفو عنه أخوه فيظل العبد مستحييا من أخيه فكيف بالله جل وعلا يا حسرة العاصين عند معادهم يا حسرة العاصين عند معادهم يا حسرة العاصين عند معادهم هذا وإن قدموا على الجنات هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي سطر القبيحة لكان أعظم الحسرات لو لم يكن إلا الحياء من الذي سطر القبيحة لكان أعظم الحسرات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيحة لكان أعظم الحسرات جين كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بطيائه الخلابي